اشتركوا في القناة اشملت منه على طول لأن المعاش مش مكفي عملوا ايه أهل ياسمين هم اللي بقوا يصرفوا عليها عشان جوزها يوم شغل وعشرة لا بعد فترة مامتو اشتريت له عربية همناية عشان يشتغل عليها مشي في سكة المخدرات بقى ديلر اتمسك وتسجن لما طلع قال لها هنا هسافر خد ذهابها اعمل فيزة زيارة الامارات راح يدور على شغل خد فلوس كمان سلاف من باباها خليها تقريبا بعد كل ذهابها زي ما بقولكو لما سافر جات لي اسمين معسج فيها سكرينشوت بيتكلم مع واحدة واحدة ست بيخونها بيقول علي اسمين يا بردة مش بتديروا حقه الشارعي وقفلت منه كرهته لما رجع بعد خمس شهور قال لها انا ملاقيتش شغل رحة ايام وجهة بقى بالرسائل قاعد يعتذر بس ايه طلبت منه الطلاق بس اهلها رجعوها لي بس ايه خلاص مش قادرة تتعامل معاه ده اللي خليه ياخد حقوقه الشارعية منها بالعافية مش فارق معاغر نفسه بس وهي دلوقتي مش عارفة تعمل ايه وعشان كده منورنا ومشرفانا النهاردة دكتور وفاق شلبي المعالجة النفسية عشان نشوف هنعمل ايه زيك يا دكتور وفاق زيك يا زيك أخبارك ايه الحمد لله يا تمام ايه رأيك ان الحب بيصنع المعجزات لا ايه ده الحب واحد وياك في لا مش موافقة مش احنا بنحبه بعد هنستحمل بعد وهنعدي بعد اي حاجة بصي الحب يصنع المعجزات في حاجات تانية غير الجواز يعني ايه يعني ممكن يصنع المعجزات في علاقات تانية غير الجواز فكروه شغل نعمل حاجة ما حصلتش عشان نحب بعض او ام مع ابنها او ام مع بنتها او اب مع بنته وكذا انها في الجواز الحب واحده مش كفاية انه يبني بيت او يبني اسرة يعني لازم ندخل الماديات في كل حاجة مش الماديات بس كمان فيه فاليوز القيم هو كان حنين وطيب وفي كل حاجة فجأة لما هي طيب دي بقى بتحسس منها جدا انا حسس حاجة ليه ليه بتحسسين لانه معظم الستتات لو جدي سألتيها او البنات انتي عايزة ايه موصفاتك فارس احلامك هتقولك عايزة راجل غني لا طيب بيقوله طيب لا هتقولك عايزة راجل غني دلوقتي الجيل ده انا عايزة راجل غني لو هي قلت لها طيب انتي ايه اللي انتي مرتبطة بي ده انتي شايفة ايه مميزاته هتقولك طيب طيب دي كلمة موططة جدا ايوة طيب يعني ايه عايزة طيب بيحبني وبيخاف علي طيب يعني ما يسبكيش تزعلي وتتفلقي يبقى مش هاين عليه زعلك ايوة مفروض ان احنا نسيب بعض نزعل ونتفلق عادي يعني هو بيمن عليها لما هو ما بيستفلق لا على فكرة اغلبية الرجالة لما احنا هنتكلم لان احنا بحبش عامن بس اغلبية الرجالة بيرجعلك لما بتهدي بيسيبك واول ما تهدي بيجي يكلمك طب لما انا هديك من غيرك ده ده ما انا مش عايزك ده ده مش بتتفالقيها وعايز يديك مساحتك وبعيني يرجعلك بس الست ما بتحبش كده الست عمرها ما بتحب المساحات ما تحب ان هو يبقى فوق دماغها اه وابتدي يعود صلاحني وامشيك صلاحني واقولك لا صلاحني تاني واقولك مش عايزة صلاحني تالت واقولك هفكر ده الطبيعي ايوه بس اخدش بالك ان الطبيعي اندي بتكلمي عنه ده بيعمل مشاكل في العلاقات يعني احنا ما بنبقى الصرحة مع بعض الهضوح هو افضل لكن لما احنا نبقى انا بقول لا عايزة اقول لا اه وابقول اه او عايزة اقول اه فقول لا اه دي حاجات مش نتجه